نقاش حول هذا الموضوع لكن الأمر يتعلق بتعامل المواطن الجزائري أثناء أو في حالة مأدى صدفة بفيضان خاصة وإن كان في مركبته كريم بن فحصي المكلف بالإعلام بمدرية الحماية المدنية بالمدية أتشرف بحضوره هنا في البلاتو أهلا بك سيد كريم شكرا سيدتي لك والطاقم التقني وصحفي المعاكي ولكل من شاهدنا مخلف الشاشة شكرا لك سيد كريم إذن نتحدث عن حالات حصلت شاهدناها في تسجيلة الهواد كذلك نقلتها كاميرا النهار أن المواطن الذي يصادف أنه يتواجد في وضع أنه كان هناك سيول جارفة خاصة داخل السيارة للأسف هناك ربما بعض الأخطاء التي يرتكبها الجزائري ما هي أبرزها نعم في البداية نود أن نقول أنه فعلا الأمطار والسيول والمياه الجارفة التي تعرفها الفصل الخريف أو بالأحرى المياه الموسمية أو الأمطار الموسمية فعلا تشكل خطر على حياة الإنسان وممتلكاته وحتى الحيوان وبالتالي المواطن الكريم اليوم رانا في سنة 2018 كان عدة وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة أو حتى شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وغير ذلك وراء على الطلاع دائم مع هذا الوسائل للإعلام باش يعرف تنقلاته إذا كان ضرورية لابد يتنقل بالسيارة أو ما يتنقل لأنه يعرف هذه المنطقة أو كان تساقط كميات معتبرة من الأمطار ربما هذه في المدن الكبرى شائعة لكن في المدن داخلية نحضروا على الجزاء العميقة لا كان هناك وعي حقيقي باستخدام التطبيقات الموجودة عن معرفة المناطق وغيره لكن من المفيد كذلك يستخدم نعم في الجانب الإعلامي المحور الأول يتنفذ أو يتطبق بخصوص المواطن الكريم يصبح يتابع كل ما يتبثه وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي إذا تكلمنا الجانب الوقائي الذي يقوم به الشخص في حذاته أو المواطن لما تكون هذا الظروف الاستثنائية فكثير ما صادفنا في حالة تدخل على مستوى مصالح حيبة المدنية في ربو الوطن أنه كثير من المواطنين لما تكون هذا الأمطار الجارفة أو المياه الجارفة أو بالأحرى ارتفاع من سوب المياه على مستوى الشوارع على مستوى مختلف شبكة الطرق نصيب المواطن الكريم أنه يدير في بالو هذا المصطلح الذي نتكلمه بالعامية يقول لك نسي نجوز نسي نقدر نجوز السيارة التي عالية الماء المنسبة المياه هو قليل نقول بلغة الأرقام إذا كانت تجاوزت كمية الأمطار 40 مم على سطح الأرض يمكن لهذا المركبة أنها كلها تتحرك بفعل فعل المياه الجارفة أو شيء هو يحس أنه في أمان إذا بقى داخل السيارة يحس أنها حتى توفر له الأمان والسلامة إذا بقى داخل السيارة لكن نقول أنه العدم المجازفة لأنه في حالة ترتفع منسوب المياه كيف يمكن يقيس بالنسبة للسيارة وكيف يمكن يقيس باللي هذا المنسوب يطلب أنه يخجم السيارة أو يبقى فيها ويتحرك بها نعم بالفعل إذا كان لا تبعش وسائل الإعلام وما شايفش وسائل الإعلام ويش يتبث كمية الأمطار متساقطة عن طريق النشارات الجوية أو نشارات الجوية الخاصة أو وسائل التواصل الاجتماعي هناك سيارة تقبله أو أمامه في المسار إذا لم يكن السيارة يقبله في المسار هو يعرف المسلك الذي يمشي عليه هذا الطريق الذي يسلك فيه بالسيارة يعرف المستوى على الطريق متعه وبالتالي بمجرد أنه يرتفع من شب المية يرى يشاهد بالعين المجرد إذا كانت مركبة قدامه يرتفع درجة العجلات مثلا نعم سيكون نصف من درجة العجلات إذا وصل لنصف درجة العجلات فهنا أول شيء الذي سيتعرض له هو أنه المركبة سيتعطل مثل ما كنا نرى الميكانيكي الآن كان يقول في الروبورتاج الذي بثته قناة النهار الآن بمجرد أنه هاللي فيش أو الوسائل الإلكترونية أو اللي عندها علاقة بالكهرباء ستعطل قيس هلمة وبالتالي المركبة ستبقى راكينة في مكانيك هنا الآن هذا المواطن الكريم أو المواطنة الكريمة أو هذا السائق المركبة أول يفكر فيه أنه لا بد عليه ما يجازفش بالنفسه أو بالناس الموجودين معه لا بد عليه أنه يغادر المركبة حالا ويتركها في المكان ويخليها في المكان لأنه حماية الأرواح قبل حماية الممتلكات هذا الشيء الذي نفكره فيه حماية الأرواح قبل حماية الممتلكات يفكر باش يغادر المركبتهم بيش يحمي نفسه أولا. ثم الشي اللي له جاي بعد هذا العملية تحيمية الأرواح. رح يكون فيما بعد لا قدر الله حتى وتكون خسائر. تكون خسائر في الممتلكات في الماديات. ورح نحميها. وهنا يخلينا نتذكر وفي نفس الوقت نترحم بمناسبة ليلة الجمعة اللي رأنا فيها اليوم. هي الأخت المحامية اللي توفات في قسنطينة. ربما كان من مصالح الشرطة القضائية أو الهيئات المختصة اللي في تحقيق في وفاة هذا السيدة المحترمة. ممكن يتعلق الأمر أنه باقاء في المركبة. أو عدم وجود مثلك بيش تخرج من السيارة انتحها وتهرب إلى بر الأمان. شي اللي كان ربما القضاء والقضاء حاضر في عين المكان. وكانت متوفية هي والزوج انتحها. رحمة الله عليه. حتى نوضع السيناريو. الحالة البقاء وارتفاع منسوب المياه. ما الذي يحصل؟ يعني يغمر المياه السيارة وفيما بعد إذا حاول الخروج. نعم. ورح تتحرك السيارة بفعل فاعل. اللي هي السيون. قوة المياه. قوة المياه اللي رأي جاي تدفع. رح تخلي المركبة تتحرك يمين أو شمال. لا قدر لا قدر تدي هذا المركبة إلى مال يحمد عقباه. إلى منحضارات. قدر تدي هذا المركبة إلى أعمدة كهربائية. إلى شبكة الربط الكهربائي. قدر تصطدم بمركبات أخرى. قدر تكون هذا المركبة تصطدم بأشخاص اللي يكونوا مشيت. فالعواقب تكون وخيمة. ولذلك نقول في هذه الحالات أو في هذه الظروف الإنسان عنده سلطة تقديرية اللي أول ما يفكر فيه أنه يحمي نفسه. أكيد. وخلي المركبة تتعوه. عفوا المقاطع. البعض نلقوهم. بعد ما يخرج يحاول أنه يحمل السيارة. أنه يوجهها لمكان معين. هذه الإجراءتان. والله في الحقيقة شوف باش نتكلم بصراحة. نخرجه من البروتوكول نتكلم بصراحة. الوضع في تلك اللحظة هو يسود عليه جانب الارتباك. لا بانيك. هاللا بانيك يلي ديرنا الإشكال. فكثير من المواطنين هو يظل من نفسه أنه يوقف أمام رجال الحماية المدنية أو الجهات المحلية المسؤولين المحليين أنه يقدر بيد المساعدة. لكننا ننظره بنظرة أخرى. لأنه هو موجود في موقع الخطر. رجل الحماية المدنية أو الأشغال العمومية. لما تنزل إلى العين الماكة تكون عندها وسائل تدخل. سواء وسائل فردية أو وسائل الحماية الجماعية. هذا المواطن الكريم. لمرات يقوم بأنه يحب الفوض و يقوم بيد المساعدة. نرى أنه معرض للخطر. لأنه انقطاع تيار الكهرباء يشكل خطر. ارتفع من سوء المياه يشكل خطر. وجود عدة مركبات في مكان واحد قد تصطاديم به في أي لحظة يشكل عليه خطر. ريثما أنك لما تقول له يودي من الأحسن أنك وخر لورة أو لا خلي الناس يتخدم ربما هو يدور في باله أو ربما يفكر أنه يجال الحماية المدنية أو الشرطة أو الدركة الوطنية أو الجهات معينة مجتمع عن المكان. رأي ربما تباعد فيهم العين مكان. لكن هما إرضاء لنفسه وخدمة لحفاظ على ممتلكته. نيتو مثلا. نيتو تكون. لكن لا نمكن هنا همية تدخل المواطن في الدقاق الأولى. يعني ربما حماية ممكن تكون بعيدة نوعا. ما لاحظنا ذلك في ولاية قصدنا مثلا في حماب بوزيان. أنه التدخل الأول كان من طرف المواطنين. ممتاز. وكان تدخل ربما إيجابي. ممتاز. المواطن الكريم معروف عليه بالتدخل السرعة والتدخل للإستجابة. ربما بعفويته. هذا الشيء معروف عليه سواء كان في الزلزل. نعم. زلزل بو مرداز. فيضانات بابل ويد. فيضانات غردايا. في جميع العمليات التي تكون فيها الحشود كبيرة. نصيبه المواطن الكريم يروح بالعفوية. وليس يقدر مساعدة. لن نكرر هذا الجميل. لكن كرجال حماية مدنية أو كرجال الحماية للمواطن الكريم. نفكر أنه ربما في تلك اللحظة لا يستطيع أن يفكر كيف يوضع رجله. أو المكان الذي يوقف فيه. أو طريقة التدخل الذي يتدخل بها. قد تسبب له ضرار. وبالتالي. نحن لا نكر جميع المواطن الجزائري في جميع العمليات التضامنية والهيبات التضامنية التي يقوم بها. هذا غني على التعريف. ولم يوجد في أي دولة من دول العالم. المواطن الجزائري يشهد له بهذا السلوك. سلوك الإيجابي. لكن فقط نقول على الحالات الاستثنائية. لربما تكون المياه جارفة. ربما تكون زلازل. ربما تكون حادث مورور. يكون خاطئ. نصيب المواطن الكريم ربما يحب يقدم المساعدة بعفويته. لكن لا يحسب العواقب الوخمة التي ستكون تلحق به الضارة. هو. أو الناس اللي يمعها في المركبة. أو ربما حتى الناس اللي يرى ورايح لهم يقدم المساعدة. وهنا نصل إلى نقطة مهمة جدا. لأن تدخلات هذه مضروسة. ولهذا أهمية القيم بدورات في الإسعافات الأولية. عددها تقريبا كان عدد من الشباب. نحض بالله. اهتمام بالتعرف على سليب الإجراءات الأولية. أو المساعدة الأولية. لكن اليوم لابد بالفعل أن تكون هناك مثل هذه الدورات. ومن يجب أن يقوم بها بالضبط. أكيد سيدة المحترمة. مصارح الحماية المدنية أو بالأحرى المدرية العامة للحماية المدنية فاتح جميع وحداتها عبر توراب الجمهورية. لتكوين الشباب الذين يبلغون من العمر من 18 سنة. فما فوق. يمكن لأي شاب يبلغ من العمر من 18 سنة. يلتحق بأي وحدة. اللي يقولوا أننا بالدرجة الثاكنة أو الكازيرنا لموجودة الحماية المدنية في الحياة أو البلدية. يروح لهم يتفضل عند الإدارة. ويقول لهم أنا أحب ندير هذه الدورة تكوينية لتعرف على الإسعافات الأولية أو طريق التدخل في اللحظات الأولى. فيخضع إلى تكوين لمدة 21 يوم يكونوا سادة ضباط سامين ضباط الحماية المدنية أطيبة موجودين. هي على أقل دورات ونظمة. نعم. دورة لمدة 21 يوم يتلقى فيها الجانب النظري والجانب التطبيقي. وحتى المناورات الافتراضية التطبيقية التي تقام على المستوى الوحدة. ويشارك فيها هذا الزميل الموحب للجهز الحماية المدنية. وبعد نهاية التكوين يستلم شهادة تكون ممضات من طرف المدرية العامة للحماية المدنية. ويصبح محصة لدى السجل الوطني لنسميهم إحنا يا المسعف المتطوع الجواري. الـ S.B.P. لقدر الله لكينا كارثة أو شيء من هذا النوع على مستوى الدولة ومن نتمنى هذا الشيء لكل حال لبناتنا. يستدعى هذا الأشخاص لتقديم المساعدة لرجال الحماية المدنية في حدود ما يسمح به القانون. لأنه كين أشياء أو كين إطار يقدر يدخل فيه. وكين إطار يدخل فيه. رجل الحماية المدنية الموظف لدى جهاز الحماية المدنية. وهذه الدخولة الأولية ممكن أن تنقذ حياة في بعض الحالات. وبالفعل. وبما شهدتوا على هذه الأمور خلال تجربتكم. وإذا حطينا أمثلة في البلاطو اليوم على المباشر. نحن لا نقولوه كواليد. نحن نقولوه الزوج والزوجة في البيت. ممكن البيبين تحهم يصرت حبة الحمص أو قفلة. تحصل بشكل يومي تقريبا. بشكل يومي. ونحن نسميه الحوادث المنزلية. يقدر هذا المواطن الذي يخضع للتكوين يعرف كيف يتصرف مع هذا البيبي. كيف يدير الضربات على الظهر. وعدد الضربات تكون محكمة. أو ربما يقع نوع من الإغماء للزوجة أو الزوج أو أحد أفراد العائلة. يعرف كيف يدلوا الوضعية الأمن الجانبية. يعرف كيف يعاون رجال الحمية المدنية. كيف ينقلوا الضحية في المحمل ويوجهها في سياة الإسعاف. يعرف كيف يداوي ربما أو يعالج الحروق من الدرجات الأولى أو من الدرجات الثانية. أو يعرف كيف يتصرف مع الحروق من الدرجات الثالثة. اللي ما عنده الحق هو يخلط فيها. ويغلف ها فقط بقطعة قيماش أو شاش ويحول الضحية إلى المستشفى. فهذا المبادئ الأولية أو المعارف الأولية تدخل في ثقافة المواطن الجزائري. وهذا اللي تسعى له المدرية العامة للحماية المدنية. من أجل غر ثقافة ويقائية لدى مختلف شرائح المجتمع المدني. خلال هذا المدى كامل. إن شاء الله. لرأي من سنة 2010 ورأي مستمرة. أكيد. هذا ما نتمنى سيد كريم بن فحصي المكلفة الإعلام بمدرية الحماية المدنية على مستوى إليت المدنية. جزيلة. شكرا لك حضورك. أرى تفاصيل ورسائل الإيجابية التي ربما يجب أخذها بعين الأمام من طرف المشاهد. شكرا لك. تحية وتقدير مني.